فيما يخص الحالة الجوية بصورة عامة للبلاد وحسب تقرير قسم التنبؤ الجوية في الهيئة العامة لانواة الجوية ورز الزلزال وزارة النقل العراقية احنا بصورة عامة تقريبا هي نهاية شهر آيار وفي بداية شهر حزيران تبدأ عندنا تقريبا الحالة الجوية مرحلة جديدة احنا نسميها مرحلة المنخفضات الجوية مرحلة المنخفضات الجوية ونسميها الموسمية الحرارية تقريبا تبدأ من شهر حزيران لنهاية الشهر في هذه المرحلة دائماً بعض الأحيان كان يتعمق للمنخفض الموسمي الحراري في هذه الفترة ويكون تأثيرها واضحة على العراق لكن لحد هاللحظة ما عدنا مؤشرات تشير بين المنخفض الموسمي الحراري اللي يشكل على الأراضي الهندية بأنه تعمق أو ما شابه ذلك فقط كمرحلة جديدة هي مرحلة المنخفضات أو مرحلة نسمي المنخفض الموسمي الحراري بالصورة عامة بعض الأحيان نسميها ظاهرة يعني غير غريبة البعض يسميها ظاهرة غريبة بينصار عندنا ارتفاع بدرجات الحرارة يعني في نهاية الشهر آيار نحن حقيقة المفروض حتى تحية مظاهرة غريبة لأنه أنت عندك حصائيات عالمية تشير إلى الاحتباس الحراري ولما نعرف أنه تبدي هذه المنخفضات الحرارية في شهر حزيران طيب ليش من اتخذ الإجراءات ست العزيزة لماذا قلت لش ظاهرة غريبة بعض نحن من خلال الأخو في صفحات تواصل اجتماعي يعني يحسس المواطن بأنها ظاهرة غريبة العراق لم يتأثر بهكذا منخفض أو هكذا ارتفاع بدرجات الحرارة نحن العام الماضي درجات الحرارة وصلت إلى 52 درجة مئوية يعني في بداية شهر تموز العام الماضي أعتقد أول أسبوع كانت أحر درجات حرارة هي سجلها العراق بالعالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر